السؤال الأول تسأل هل ورد في السنة مسح الوجه بعد الدعاء بالكفين باليدين بعد الدعاء هل ورد في السنة أن الإنسان بعد أن يدعو يمسح بكفين على وجهه لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في ذلك هو حديث ضعفه أهل العلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوت الله فادعو بطون كفيك ولا تدعو بظهورهما يعني تدعو الله كذا ولا تدعو هكذا فإذا فرغت فامسح بهما وجهك هذا الحديث ضعيف وفيه روم وصالح بن حسان ضعفه أهل العلم بل قال البخاري هو منكر الحديث منكر الحديث وهذه من الجرح الكبير عند البخاري خاصة لما نعلم أن البخارية من المعتدلين أي المتوسطين في الجرح والتعديل ليس من المدرسة المتشددة هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوت الله فادعوه بطون أيديكم ولا تدعوه بظهورهما ثم امسحه على الوجه فامسح به مواجه إذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فليس فيه حج وأرد حديث آخر فيه عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع أديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح به مواجه وفيه روي هو حمد بن عيسى هو ضعيف فإذا لم يثبت في مسح الوجه بعد الدعاء سنة لا قولية ولا فعلية لا سنة قولية ولا فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي لا نمسح الوجه بالكفين بعد الدعاء وذكرت الحديث حديث ابن عباس أكثر أهل العلم على ضعف هذا الحديث وإن كان حسنه بعضهم وإن كان حسنه بعضهم ويسأل إمام أحمد عن مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء فيقول لا يعرف هذا أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا من الحسن إلا من فعل الحسن الإمام أحمد يقول هذا يقول لا يعرف هذا لا يعرف أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا الحسن حافظ ابن حجر قال إن الأحاديث في مسح الوجه يشد بعضها بعضا لكن أكثر أهل العلم على ضعفه على ضعفه إذن السؤال هل ورد في السنة حديث صحيح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوله يدل على مسح الوجه ما ورد في ذلك لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن حسنه القليل من أهل العلم في مسح الوجه بعد الدعاء بالكفين لكن العلماء الحديث قال لم يصح في ذلك شيء لم يصح في ذلك شيء والإمام أحمد قال ورد ذلك عن الحسن فقط هذا والله أعلم والله أعلم